السلام عليكم مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب غانوكم يزين ان شاء الله تكونوا وكمل بخير تم تشوفوا هذا الفيديو ترنها اليوم اليوم جيدكم بحلوة جديدة اللي كنت شاركتها معكم في الانستغرام وفي تيك توك وكمل كنت تحوشوا الوصفة بطريقة مفصلة وهي هذا تشارك المسكر اللي يجي دو في الفم شوفوا هاد الوصفة بالك وبالك وبالك وزي وتبدلوها كيت تعلمتوها من عندي هادي اليوم ما زي دوش كامل تبدلوها خطر وصفة ناجحة عمدي عامين وانا ما اعتمدها ندير غير بها هادا تشارك المسكر يجي شوفوا يخفي في دو في الفم يجي في هاديك الدوق دوقت عزمان دوقت على الحلوات عزمان وجينا الدوب في الفم وشو نقول لكم وصفة تقليدية فيها حتى تغير دوك كيمانا نشوفوا تشارك المسكر يديروها بالزبدة ويديرو لولو البيض ويديرو لولو الاخر هاد الوصفة تقليدية 100% دوك تشوفوا معنا طريقة تحذر الحاجة اللي اللي نديروها حضروا العقدة تعنا تعلوز اللي عقدة تعنا تعلوز قدر ديرو لوس قدر ديرو كوكو كوكو حمصوه شوية خلوه يدي لون ذهبي بشي تحمص بالنسبة للوز ما حمصته موالو هاقدك شريته ارحيته در 3 كيلة تعالوز مرحي مايكونش بودرة 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 كيمانا تعال فاكيه يدي شو يخشين درت لو نص كاسة على السكر ما ديروش كاسة على السكر ثلاثة كيلة بكيلة تعال السكر خادش بعدك السكر راح تعنا رحيت كراميليزة ويبسلكم هاقدك الحلوات تعكم انا درت غير نص كيلة تعال السكر شوية تعالقرفة نحب ديك الريحة تعالقرفة بزفايلة وتعطينا لون شباب تاني كلافاقس درت ملعق عصغيرات تعالسمن وهنا نجيب هادا يا الماء ظهر من عند ساناريا هادا المنتوج الجزائري الجديد ليخرج في الاسواق ريحة ودوق واحد الريحة بزفايلة اذا تلقيتو به صراحة الحلوة بزفايل وتجربوه واردو لرخبر هنا ندخل ملح هديك السمن وهديك القرفة وهديك السكر ندخلهم ملح مع هاداك اللوز هاقده باش نبدأ نضيف في المظهر تاعي هاقده نبدأ نرش شوفوا هنا رشوها بالمظهر خادش من ذاك اللوز يغلبكم كديرو المظهر رشو غير بالعقل وقعدو الطم وفاح حتى نحصلو العجينة تكون طريا هاكدا غير بالعقل غير بالرشان ما تغلقو روحكم موالو والعقلات على اللوز هادي كي اللي يقول لكم جيهم يبسا يقول لك جيهم يبسا هما يكترو السكر على بها جيهم يبسا وتليلهم وتحرق لهم بالخف هنا نبدأ نطم حتى وينشوفوها باس تكون طريا تلسق شوية في اليد خادش على بلكم اللوز كي يخلوه يريح شوية راح يشرب كامل هادوك سوائل تعنات على المظهر هاكدا ومبعداك تحتنا تحصلوا له هادو النتيجة نعجنوها شوية بسبعتينة بشيدو بدنا هادوك السكر شوية وليحي بيدير لوزاس دو سيترون هادوك لقشورة على الليمون يا ربي شوية يدير هاكدا نغطيها وخليها تريح شوية ما بيدن خدمو لاباتتانا لاباتتانا في جو فينا درت مغرف كبيرة على الشيكي غلاس نغرب لوها هاكدا مغرف كبيرة على الشيكي غلاس نغرب لوها وبعداك وش نديرو نجو نديرو الكيلة تعسمن بالنسبة الكيلة تعسمن انا خيارت هذا البولت على الشربة يجي متوسط كيلة تعسمن ماشي دايب كيلة تعسمن بدرجة حارة الغرفة هاكدا كي بياض لكم الخالط ديرو الكيلة اللولة تعالفانينا هاكدا كي بياض لكم الخالط ديرو الكيلة اللولة تعالفانينا الفانينا لازم تكون مغرب لها بنفس الكيلة وتكون ممسوها ما تكون لها بومبي لها بطا شوية زيت الكيلة التانية معهم القرصة على الملح ونبدأ ندخل هاديك الفانينا في ذاك السمن هادي وصفة تقليدية ناجو حامية بالمئة خدش كينا عليها اللي يديرو كيلة تعسمن دايبة من ذاك الكيلة تعسمن دايبة شوفوا ليكم بروفيسيونال هو اللي يديرها خدش العجينة ايدفت ودرتو كيلة تعسمن دايبة والعجينة تعجنت شوية فوق اللازم هادك السمن كامل رح يخرج لكم عليها خدش درناه دايب هاكدا دخلت زوج كيلة تلوينت على الفانينا وزدت الكيلة التالتة شوفوا هاده هادية ممت غلطو تعجنوها شوية وثلق لكم شوية تعسمن بصحة حجيكم ضرية مرح ما تخلوها شطيب بزاف هاكدا ندخلوها غير بسبعتين يدينا شوفوا وراني ندخل غير بسبعتين يدينا خدشوفوا صراحة الحلوية التقليدية تعنا سورتولي فيها السمن دايب جينا شغل كيفاش نتفهمكم لو كانت غلط لو فيها شوية تروح لكم معتاجيكم يابسة على بيها كيني شوفوا كيني ما يعرفوش بزاف الحلوات التقليدية ميديروهاش بكيلة تعسمن دايب ولو يديرو فيها زبدال بيض ولو يخافوا هادك الكيلة تعلي فيها السمن دايب علاشه رخ تجد كونت غلط فيها برك راح تلك الحلوات تعك ولدخل جلك يابسة كالحجار هنا بعد ما طمينا العبات تعنا ودخلناها دخلنا مليح فيها عفونا ديك الفانينة كيلة تلتات قلت لكم دلنا زوج كيلة تلتات ع الفانينة دخلناه مليح وزدنا الكيلة تلتات ع الفانينة شوفوا هنا تشوفوا تحصلوا شغل على يومبات كيباركو تشوفوا هنا نجي بالقراءة تع المظهر تعي تأساناريا ونبدأ نطم فيها غير بالمظهر ملا بديرو لها الماب لا موالو مش تطيقو ما ديك الريحة او الهمة تع المظهر في الحلوة وشو نقول لكم كي ما تريح زمن جيكم حد الحلوة بزفنينا هنا نبدأ نطم فيها بالمظهر شوفوا دوكن نعلم دوكن نفهمكم كيفاش تعرفوا بالليلابات تعكم مراهيشة بعامة وصلتوا لهديك النتيجة تعال الحلوة شوفوا ايضا ما كترتوا لهاش المظهر كينا ما كتروا لهاش المظهر وجيهم شغول غريبية أنا منحش صراحة الحلوة منحباش غير تحطوها في فمكم الدوب موهم كين ندوقوها نحسو شغول امبات نحسو شوية قرماشة شوية حاجة بخدش لو كانت كتروا لو كانت منديرو لهاش المظهر منشبعوهاش مظهر جيكم شغول غريبية أنا منحباش هذه كلا تيكستيوغ تعل غريبية حنا نتحصلوا على العجينة شوفوا نبدأ نزيد في المظهر ما تخافوش كامل المظهر شمخوا صرتو يدرتو كيلة كبيرة كمتاعي إذا درتو غير بطاس ولا بالكس ما تديرو غير بالعقل المظهر بصحية ددتو كيلة تعبولت الشربة كمتاعي كتروا المظهر حتان تحصلوا العجينة قعدوا غير ترشوا ترشوا دخلوا غير بصبعتيكم صبعتين يديكم ما تعجنوهاش كامل حتان تحصلوا على عجينة تكون أطرية وتكون ليس شوفوا العجينة تعيك شجات كيديرو كويرا بيها كيديرو كويرا بيها وتعبزو عليها ما تتشقق لكمش معانتها لما ظهر ما تخافوش يعني نعود لكم ما ظهر ما تخافوش لو كانت تكوروها وتعبزو عليها وتلقاو العجينة تشققت معانتها ما ظهر ما تشمخة ملح هنا وزنت الحبات التاعي بالنسبة أنا تشارك المسكر نحبه كبير الله غالب أنا يا عندي وسمه تشارك المسكر ومقاروط المقالة نحبهم حبات كبار ليحب صغار يوزن صغير أنا هنا يا هدي لابات وزنتها 40 قرام والحشو التاعي وزنته 15 قرام معانتها حبا كي نجيني غالموا يديرو لابات 15 قرام عفوان لايباتي ديروها 35 قرام والحشو ديروها 10 قرام أنا نحب الحلوات التاعي تكون كبيرة شو يالله غالب نحبها كيمة عزمان سرتو تشارك المسكر كما قلت لكم تشارك المسكر ومقاروط المقالة نحبه كبير هاقده نفتحها مليح شوفوا كيفاش فتحتها فتحتها على طريقة بيضاوية شغل بيضاوي ولا تقدروا تقولوا قريب مربع هاقده ندير فيها الحشو التاعي فتحوها رقيقة ندير فيها الحشو التاعي تعلوس بعد ما شكلته على شكل تشارك نحطها لداخل وبدأ نرولي بالعقل وهديك الكوبات تتعاونكم بزاف شوفوا هنا يالي جيه الخدمة صعيبة على البلونتو تخافة يدير ساشي ساشي يكون جديد ولا بابي فيلم ويخدم فوقه باش جيه لفينيسيون شابة والحبة شابة شوفوا هنا بعد ما شكلتها على تشارك هاقده بعد ما شكلتها بهالطريقة شوفوا اغلقوها مليح في ليكوتي ديروهم ليكوتي تاعوكم شوية حدين وفلوس تجي دايمن خشينا وبعداك نديرها على الشكل تشارك ونحطها في السنوات تاعي اللي بنكون فرس فيها والو الحاجة اللي فيها السمن دايمن ما تديرو لا السنوات ولا في الفارين لا بابي كويسة احنا نتقومهم تلت تقاوية بالكوردون باش ميت انتفقوا لنا شكين دخلوهم يطيبوا وهذاك لهوا يخرج لنا اذا كنا غلطنا ودرنا فيها لهوا معانتها اذا ما كناش مغلقنا ها مليح هو يخرج هنا ندخلوهم يطيبوا على فرور مسخن من قبل على مية وستين دراجة مية وستين دراجة هاني قلت لكم ما دخلوهم شي حمارو بزاف ملتحت غير يطيبوا ويش دور حم ملتحت حمارو لون دهبي خفيف شعلوا عليهم من الفوق باش يزيدوا يدوا لون تحميرا شابة هنا هات الشربات اللي درناها وش فيها اللي راح ندخلها هنا باش نسكروهم نحطهم في الكسكاسي قطر شربت فيها كيلة تاع الماء وكيلة تاع الماء ظهر ودرت لها ملعقة صغيرات الفارينا هذيك الفارينا راح تخلي تخلينا بسمو تشارك يرفدنا السكر معنطها يتغلفنا ملح نخلط لهم ملح بارت في بارد وبدن معنطها نشرب في الحبات التوعية ونحطهم في الكسكاسي قطر وشوية برك ونروحو باش نديرو التسكار تاعنا باش ندور لكم طريقتي في التسكار البزاف سهلة شوفوا هاد الحلوان مدخلوها ش معنطها تطيب بزاف تحمار من تحت تخلوها الطيب وتحمار بزاف تجيكم يابسة شوية لداخل قعد وغير تعسوا فيها على حسب الفرن التاعكم عندها من تحت من تحت في الفرن التاعكم عسوها وشوفوا تدي لون دهابي خفيف من تحت ومن الفوق لون دهابي كيف كيف ما تخلوها ش تحمار بزاف خات شلوك ان تفوتوا تخلوها تحمار العقدات تاعكم بلك تجيكم شوية يابسة ولا تيبسلكم هنا جبت لجفنا تعريد للطبقة اللي ولا تعسيك خيقلاص هذي اسهل تسكار انا حبيته يعجبني ما يعجبني شدك تسكارت على الصاشي خادش شدك تسكارت على الصاشي انا نقول بالنسبة لي تسكارت على الصاشي غريد الحلوة تكون يابسة لنقدرون نديروها فيها خادش الحل الصاشي كيف ما ركوا تشفون بدون خبطوا في الحلوات تكسر منها انا هذي الحلوة لو كان ديرها في الصاشي تتكسر لي بصح هنا جي هدية سهلة سكروا بالعشرة حبات سبع حبات على حسب اللي تشفنا تعكم انا هنا دالي زوج باكيات ونصف على سيك غلاس بدكت نسكار فيهم هاكدا وزي بالحلوة جي جيني غالما تسكارت تحهم كالي تسكار لي سكاروا به كي قعد لهم هذك سيك غلاس هم يخدموا به طالية هنا يا عزت لهم طابقة وحده وخرا ونطراني نغرب الفيه تحسيك غلاس در طابقة من اللي يحفوقهم كما شفتوا ونبدأ نضغط عليهم هاكدا ندخل ملحة سيك غلاس فهذيك الحلوة التاعي بها طريقات تحت سيك غلاس لازم يريحوا دي مينوية حتى 15 دقيقة 8-10 دقائق حتى 15 دقيقة مهمة تحت سيك غلاس بعدها نجو نجبدوهم ونبدأ ننفيني في الحبات تاعنا وإذا شفتوا بلاصة فارغة ولا هكدا مزر ما تسكرت زيدوا لسقولها من اللي حسيك غلاس شوفوا غير بيدية نحيلها قاعدك سيك غلاس اكتشوف اذك يدنا فيها واحد بلاصة في الوسط جي شغل بلا هذيك هي اللي نفينيو بيها ونفينيو من الداخل بصبعتين نفينيوها لداخل لكم زيدوا ويلكم حبيبة باش تعرفوا من حكيش نفينيوها هكدا شوفوا هذك البلا اللي يجي في يدينه هو اللي نحو به السيك غلاس اللي يجي الخارج سع برا والداخل نحو الحبة نحوها بوسمو بصبعتين يدينه حتى نفينيو الحبة هكدا شوفوا الحبكش تخرجي لها فيني سيون تاحا بعدها نجي بالحبيبة التاعين نضع شو مغل بسيك غلاس رشا خفيفة هكدا بشي تغطى كامل دوك البلايس وجينة حبة شابة وهكدا تحطوهم في الكيسات بتاعكم وتقدموهم صراحة حلوة بزا في مدينة هيلة بتقاليدية نصحكم منكم تجربوها هاد العين اللي مازل ما داروها وردوا لي الخبر هدا ما كان نصحكم غير تردوا للخبر تبعتوا لي النتائج إن شاء الله تكون يعجبتكم في وصفة هادية وفي وصفة أخرى إن شاء الله موسيقى